عندك القدرة على اتخاذ القرارات ده اشوف من بعد ازمات ما ريت بيها بالسابق صارت عندك نوع من القوة انت بالفترة الحالية من استعيذ قوتك وهذا شي مخليك تحاول تسيطر على كل الامور اللي موجودة حاليا بحياتك البعض منكم ممكن يكون بالفترة الحالية اكون موضوع اسري شاغلة او اكون تأثير من شخص كبير بالعائلة ممكن يكون طاقة اب متسلط او طاقة ام هذا الشخص الكبير بالسن قاعد يحاول يفرض سيطرت عليكم اوفد سلطة معينة ده يحاول انه يفرضها عليكم بالفترة هاي او الفترة الجاية راح يكون سيطرت هذا الشخص الموجود بحياتكم كبيرة راح يكون الى تأثير بالفترة جاية او خلال هاي الاسبوعين ممكن تمتطاقت لحد نهاية الشهر بس ده اشوف انه انته طاقتكم بصورة عامة حلوة عدكم قوة بهاي الفترة عدكم اتخاذ للقرارات واكو موضوع مسيطر عليكم اكو عدكم نجاح اكو عدكم تصميم على موضوع معين انته تردون تنتصرون بيمكن يكون هذا الموضوع موضوع عاطفي او ممكن حتى يكون موضوع عملي ده اشوف بهاي الفترة انته ده تحاولون وتركيزكم كلها على اساس هذا الموضوع ده تحاولون تسيطرون على موقف معين او وضع معين موجود بحالاتكم بهاي الفترة بدون ما تضمون يعني انتم مضطرين انه تتخدون قرار بس هذا القرار راح يكون صعب والقرار لازم اكو طرف من الاطراف تتأثر به هنا طرعهم عندي ورقة عائلة ممكن تكونون يعني هذا القرار اللي لازم تتخدونه قرار يخص العائلة بصورة عامة او ممكن يخص وضعكم انتو او شخص من العائلة موجود يعني او طاقتك بالفترة الحالية شخص من محيطك وطاقته مأثرة بك هواية ممكن يكون ايب ممكن يكون او ممكن يكون اخ اكبر فاللي دا اشوفه انه طاقتك العامة بالفترة الحالية هو اكو وضع ده تحاول تسيطر عليه باقسى ما عندك من قوة ده تحاول تسيطر على هذا الوضع بالفترة الحالية يتقدم بيك حتى ما بدون ما اتأثر على الناس اللي موجودة بمحيطك او بدون ما تظلم احد بالقرار اللي راح تتخذه انت الان بجلسة اتخاذ القرار دا تحاول تتخذ القرار بس القرار يكون عادل وما بيظلم التحدي اساسا اللي قدامك هو الاتزان ونفس الوقت اعطاء الحق لصاحبة انت ما تريد تظلم شخص وياك بهذا القرار اللي راح تتخذه فحتى التحدي اللي قدامك طلع لي انه انت تستعيد توازنك تحاول توازن الامور تحاول تتفائل بالفترة الجاية يكون عندك صبر لان عندك طاقة تسرع بهاي الفترة وطاقة عناد وطاقة تسلط ويعني طاقتك نارية كلش رغم انه انت برج ترابي وبرج هادئ من اهدئ الابراج هو برج العذراء ولكن طاقتك بالفترة الحالية اه صايرة طاقة نارية او ممكن يكون هذا الشخص اللي انت دا تفكر او تحاول تتخذ القرار بشأنه هو شخص برج ناري خاصة دا تشان برج القوسطة اللي عندي واضح وبرج الحامل ايضا موجود فممكن انت تكون قاعد تفكر بشخص طاقة نارية وهو اللي مسيطر عليك بالفترة الحالية دا اشوف دا تفكر انه تتخذ خطوة انت ناوي تتخذ قطوة او تقرر القرار سواء كان هذا القرار ممكن يكون عاطفي او ممكن يكون ماندي لان هسا دا اقرأ الطاقة العامة مدى اقرأ بصورة محددة على العاطفة او العمل هاي الطاقة العامة اللي ممكن تسيطر عليك هذا الشهر فاللي دا اشوفها انه امورك بداية هذا الشهر من بدت وهسا شوية راح يكون بها نوع من الصرامة القوة بس تبدأ شوية الامور تتوازن وتتحسن بالفترة الجاية يعني نهاية هذا الشهر بكل الاحوال دا اشوف امورك زينة يعني ماكو شي ممكن يعكر مزاجك بهاي الفترة على الصعيد العملي امورك دا اشوفها كلش تمام كلش حلوة ممكن البعض من عدكم منتظر مبلغ مالي هذا المبلغ المالي راح يجي فجأة مبلغ مالي راح تفرح به هواية اكو مبلغ مالي راح يجيك مثل المساعدة من شخص او يعني رزق رب العالمين كاتب لك يا وراح يجيك فجأة انت ما بتوقعه نفس الوقت البعض من عدكم دا اشوف الناس اللي عندها شغل اساسا يعني اا اكو ترقية بالعمل انت منتظرها بس الشخص اللي مأخرها عليك شخص مسؤول اكبر من عندك صار لفترة يأجل بهاي الترقية او انت دا تحس ان هذا الشخص شوية قراراته اا ظالمة بالنسبة لك الهي السبب انت قاعد يدور على العدالة فممكن البعض منكم هذا الوضع يكون مادي ممكن الشخص اللي موجوده اياك بالدوام اللي مرتبت اعلى من مرتبتك اا قاعد يظلمك بهاي الفترة او دا يأثر عليك هو يفرض عليك حمله ونفس الوقت يعني دا تحس انه مده تاخذ مقابل المجهود اللي موجود عندك الهي السبب دا اشوف عندك انتقال ااكو عندك انتقال سريع ااكو عندك ترقية متأخر عليك صار لها فترة بالفترة الجاية ااكو ترقية اليك ااكو خبر حلو على الصعيد المادي البعض منكم دا اشوف ااكو عرض عمل راح يجي ممكن راح يفكر انه يشتغل بشغلتين بالفترة الجاية برج العدراء البعض منكم بالعمل دا اشوف راح يبلش بشغل جديد وهو اريد عنده شغلة يعني مثل شغلة حكومية وشغلة ثانية اهلية وراح تحاول انه توازن بين هاي العمليين هو هاي العمليين دا اشوفهم راح يسببوا لك انه راحة مادية مثل من وضعك المادي يعني راح يستقر وراح يتوازن ولكن انت راح شوية تتعب بهذا الشغل راح يصير عندك نوع من التعب وراح تلتهي فحتى الامور العاطفية دا اشوف انه من الفترة الحالية انت مو هلقيت من ضيها اهتمام زايد يعني اهتمامك اغلبة كان على موضوع معين ببالك او حتى ممكن يكون مشروع انت دا تحاول تشتغل عليه بالفترة الجاية وتريد تمشي به فاذا كان عندك مشروع عم بقرر انه تسوي دا اشوف الفترة هاي كلش حلوة وهذا المشروع راح ينجح وراح يسبب لك وفرة مالية المهم اكو مبلغ حلو راح يجيك بهاي الفترة مبلغ مالي هاي على الصعيد العملي على الصعيد العاطفي لبعض من عندكم ممكن يكون عانى من ازمة صحية وكان عنده يعني او اما هو سافر على موض ازمة صحية وتعافى من عندها تشان مارب ازمة صحية وسافر للعلاج وهسا رجع متعافى منها او البعض منكم ممكن عنده ازمة صحية طبعا الوضع الصحي ممكن يشمل لك انت وممكن يكون طاقة شخص انت بمحيطك بس انت يعني شلون اا شاي الهمة بهاي الفترة فذا اشوف احتمال يكون عندك سفر او انت منتظر سفر يخص علاج موضوع صحي موضوع ترفية حتى اذا كان يشمل ايضا يعني تاخد رس تستراحة تروح سياحة فترة تغير جوة وتنسى ضغط الشغل او حتى يعني نفسيتك تعبانة فتطلع تغير جودة اشوف عندك السفر بس اه السفر الاغلبية من عندكم يكون سفر غرض علاج غرض شفاء اه غرض زيارة احد ممكن يكون مريض طبعا السفر من تطلع الورقة مشارط يكون السفر خارج الدولة ممكن يكون يعني السفر من محافظة لمحافظة مثلا انت بمحافظة شخص ثاني بمحافظة ثانية فانت راح تروح تزور مريضة عندك زيارة مريضة بهاي الفترة ده اشوفها وبس هذا المريض راح يتعافى يعني او ممكن هو مريض وتعافى وانت راح تروح تزوره ده اشوف قلت لك انه تفكيرك بهاي الفترة هو اكو اختيار انت لازم تتخذه وهذا الاختيار او حتى القرار اللي لازم تتخذه بيه صعوبات وراح ياثر على طرف من الاطراف الهي السبب التحدي اللي عندك انه انت تعدل انه انت توازن الامور ممكن البعض منكم يكون عنده علاقة ثلاثية فديحاول يتخذ قرار ما بين شخصين وخايف انه الطرف من الاطراف ينظلموا بهاي المعادلة فده اشوف انه اه عندك اختيار لازم تتخذه عندك انطلاقة جديدة راح تكون وده تحاول تسيطر على اوضاعك بصورة عامة انت ده تحاول تكون مسيطرة بهاي الفترة والسيطرة موجودة عندك ولكن خف شوية من الحد بالتعامل يعني احذر انه انت تجرح الناس بالكلام اللي موجودة حاليا بحياتك يعني حاول شوية تتعامل بينوية الاوضاع لا تحاول تسيطر على كل الامور لان هذا شي راح يسبب لك تعب جسدي وتعب نفسي وممكن حتى تخسر او تغلط بحق ناس هما ما لهم ذنب فطاقتك شوية ده اشوفها كلش نارية وكلش قوية بهاي الفترة ده اشوفك انت اساسا مستعيد قوتك وهذا الشي حلو بس لا تخلي اثر على تعاملك والناس الوضع العاطفي البرج العذراء بهاي الفترة ده اشوف انه انت ما اخذ طاقة الساحر انت بالفترة الحالية هواي ناس قاعد تنجذب اليك وهواي ناس قاعدة عندك كارزمة معينة ده تحس انه يعني انت بالفترة الحالية عندك كل المقاومات اللي يتخلي اي انسان يتقرب من عندك وينعجب بيك بهاي الفترة ده اشوف اكو شخص كاتب مشاعر اتجاهك بهاي الفترة متردد انه يجي ويفصح لك عن هاي المشاعر هذا الشخص هو موجود حاليا بمحيطك بس انت انت نفسك ده اشوفه بهاي الفترة عندك تناقض انت نبين للناس انه انت الانسان القوي اللي ما تهتم الاحد ما تهتم الفراغ ما تهتم الشخص ما معجبه بشخص ما تحب بس يعني انت نبين للناس طاقة بس حقيقتك بالداخل انت مليء بالمشاعر ومليء بالحمنية وطيب قلبك طيب بس انت ده تراوي الناس الوجه المو حقيقي يعني انت تعاملك بالفترة الحالية انت مثل اللي يصير عندك ازدواجية بالشخصية لان هوي طلعت له شي ورقة انت ده تحاول انه تفصل بين الابيض والاسود تحاول دائما توقف بالنص وقراراتك ده تحاول انه تتخذها تكون صارمة يعني فده اشوف عندك طاقة الجفاء شوية ممكن ويا الشخص هذا اللي معجبيك او حتى ويا الحبيب بس ان هسا ده اقرأها يقرأ يعني اغلبيتها ممكن تكون للعزاب فبداية راح احتي على العزاب ده اشوف انه هاي الطاقة عندك انت اكو شخص معجبي فعلا ومشاعرك كلها اتجاهه كلك حب ومشاعر بس هذا الشخص من يجي يحتيو اياك انت تتعامل وياه بجدية وممكن ما تنطي يعني شون ما تنطي وجه من يجي يحتيو اياك ما تبين له هاي المشاعر تبين لانه انت ما مهتم لاساسا رغم انه هذا الشخص الموجود انت معجبي وهو بكل المواصفات اللي انت تحبها ممكن يكون هذا الشخص برج السرطان عندي برج القوس برج الاسد برج العقرب موجود برج الدلو ايضا موجود هنا اي منه وبرج الحمل فاين كان البرج اللي تتعامل وياه سواء كان هذا البرج او غير برج بس هي طاقة النارية ممكن تكون هاي يعني ممكن تكون تتتعامل وياه شخص طاقة النارية ممكن حمل ممكن قوس ممكن الاسد لانه ايضا الطاقة النارية غالبة عليك بهاي الفترة وعندك نوع من الغضب يعني اكو موضوع مسببلك هاي طاقة طاقة الغضب طاقة الادوانية شوية وطاقة التسرع انت بطبعك برج ترابي المفروض انه تكون طاقتك طاقة ترابية مستقرة مو مثل الطاقة النارية فبالفترة الحالية ده اشوفك ما اخذ الطاقة النارية الطابع الناري لا تستعجل هواية بقراراتك الناس اللي مرتبطين ده اشوف انه انت والحبيب بالفترة السابقة مريته بمرحلة زعل صاير ببيناتكم زعل وهذا الشي خلاكم يعني شوية من عزلين واحد عن الثاني ممكن يكون الشريك كانت عنده مشاكل بالاسرة مشاكل عائلية فهذا الشي كان ماثر على علاقتكم ده اشوف انه هذا الحبيب من بعد ما كان صار له فترة مختفي وده يحاول يسيطر على مشاعره ويحاول ما يجيح شوياك راح يتخذ قرار هنا عندي برج الاسد وبرج الجوزاء وبرج الحمل موجود من بعد ما صدك او ممكن تقول انت صديت ده اشوف هذا شخص راح يرجع يتواصل يوك مرة ثانية المرتبطين ده احتي يعني وبينهم زعل مونفصل لاحظوا الكلام اللي ده اقولي مو المونفصلين بعدين انك تقولي المرتبطين وبينهم سوء تفاهم او زعل ده اشوف اوضاعكم راح تكون في تحسن بالفترة الجاية هذا شخص ده اشوفه راح يرجع ممكن يجيب لك هدية ممكن يعتذر منك اكو حب ببيناتكم متبادل البعض من عندكم هذا الشخص راح يفتحوا ياك موضوع زواج او انتو حاليا بفترة خطوبة او فترة زواج وكان صاير بينكم سوء فيهم بس ده اشوفوا الامور راح تتعدل بالفترة الجاية ببيناتكم لان هذا شخص ده اشوف كان احتمال عنده اهتمامات تخص مثلا العمل او شي فكان شوية وضعه وياكم مو تمام اهتمامة شوية قليل لانه مركز على العمل بس ده اشوفه راح يرجع هذا الشخص مشاعر اتجاهك انه الشريك ده اشوفه هو بالفترة الحالية يتمنى انه ياخذك ويسافر تبتعدون عن كل الناس تعتبدون يعني المشاكل اللي موجودة بحياتكم خاصة ده كانت عدكم مشاكل عائلية فده اشوف هو يتمنى انه بالفترة الحالية ياخذكم ويسافر يطلعكم من هاي المشاكل ويعاوضكم عن كل الامور اللي مرت ببيناتكم بالفترة السابقة لان احتمال انتو تكونون يعني مريتو بهوية مشاكل بعلاقتكم فهو يريد يرجع لاستقرار لهاي العلاقة يريد يوازن الامور ببيناتكم بالفترة الجاية فانت اساسا يعني التحدي اللي قدامك هو انه تتخذ قرار فده اشوف انه انت ده ده اتفكر بالرجوع ده اتفكر بهذا الشخص هوية بالفترة الحالية ده تريد هذا الشخص يرجع لك ده اشوف انه دولي الناس اللي قدتلكه مرتبطين وصير بينهم زعل او بالفترة السابقة شان اكو مال من ناحية الحبيب بالنسبة للمنفصلين ده اشوف انت ده اتفكر هواية بموضوع الرجوع ممكن ده اتفكر بالرجوع من شخص اه هذا الشخص ممكن يكون تركك وراح خطب او راح على مود موضوع زواج متزوج ممكن يكون هو الشخص اساسا متزوج يعني فده تفكرون بيه بهاي الفترة هواية ده يخطر على بالكم ده تتذكرون الاشياء اللي صارت بينكم وبينها ده تحسون بنوع من الظلم ده تحسون انه انتو ظالمين لهذا الشخص اه اول عفوا يعني الطاقة يمكن تكون عكسية فهذا الشخص ده اشوف هو اللي ده تحسون ظلم من ناحية يعني هو ظلمكم الها سبب انتو ده تدورون عن العدالة ده تدورون عن الحق بهاي الفترة تردون استرداد حق ده اشوف راح يجيكم خبر عن هذا الشخص صحي بالنسبة للمنفصلين ويعني الطرف الثاني تركهم وراح اتزوج او دخل بخطوبة او بعلاقة بس علاقة زواج الاكثرية ده اشوف انه هذا الشخص ممكن يكون راح وتزوج صار لكم ست شهر احتمال من فصلين او ست اسابيع او حسب يعني ممكن يكون هو داخل حسب علاقة زواج يعني اللي ده يخطب بهاي الفترة فدا اشوف انه اكو خبر راح تسمعونا راح يخليكم تستعدون التوازن والهدوء تحسون انه حقكم راجع وبكل الاحوال برج العدراء ده اشوف البعض من عدكم عنده بداية جديدة بعمل والبعض الثاني اكو بداية بعلاقة العلاقة هاي راح تكون علاقة مستقرة وبداية حلوة ده اشوف اكو شخص طاقته مائية ممكن يكون برج العقرب ممكن يكون برج الحوت برج السرطان هذا شخص ده اشوفه راح يتخذ خطوة اتجاهكم خلال هذا الشهر من بعد ما كان شوية متباطئ ومتردد انه هو يجي يحتي راح يجي هذا شخص ويدخل بحياتكم وراح يغير لكم حياتكم ممكن البعض منكم يكون هذا الشخص يجي عن طريق يعني شلون يجيكم بموضوع الزواج اول ما يحتيوا اياكم ما يطلب منكم علاقة البعض الثاني ممكن يكون علاقة هذا الشخص يجيكم ويخص موضوع علاقة وحب بس العلاقة بينتكم بالمستقبل راح تكون جدية رغم انه انت بالبداية ما راح تقتنعون بها تماما اما بالنسبة للتحدي القدامك قلت لكم البعض منكم والتحدي اللي قدامكم انه انتو تستعدون توازنكم ويسرعتكم نوع من الصبر والتفاؤل لازم تصبر بالفترة الحالية طاقة التسرع اتركها وتأن البعض منكم ممكن يكون يكون اكو شخص التحدي اللي قدامكم شخص من برج القوس لازم تخلو له حد او لازم انه انتو تكتشفون داخل هذا الشخص لازم تجمعون معلومات عن شخص من برج القوس موجود بحياتك يا برج العذراء التحدي اللي قدامك انه انت تظهر هذا الشخص على حقيقته لانه دا اشوف هذا الشخص من برج القوس ممكن يكون عنده نوع من التلاعب اذا شنت انتشك بنوع من التلاعب فحاول تجمع معلومات بالفترة الجاية اندا شوفك اساسا راح تجمع معلومات عن هذا الشخص وتحاول تعرف انه هو هذا الشخص شنو نيتم بعد ما تجمع المعلومات عن هذا الشخص راح تعرفاني شنو اقصد وراح تتأكد من هذا الشخص اذا كان هو فعلا متلاعب مثل ما انتشك او هذا الشخص هو مو متلاعب مجرد هي شكوك ببالك فبكل الاحوال دا شوف طاقتكم حلوة هاي الاسبوعين اكو تقدم اكو نجاح واكو عدكم عمل جديد الوضع المالدي زيان الصحي كل التوفيق لكم برج العذراء وان شاء الله التوقعات الحلوة كلها تتحقق والتقيكم في فيديو ثاني معكم